تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو ودع الأزهر الشريف شيخا وعلماء وطلاب إلى ضرورة استمرار التكاتف والتلحم الشعبي واصطفى في المصريين جميعا صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة وقوته المسلحة الباسلة ومؤسسته الوطنية الساهرة على أمنه وأمانه وبخاصة بعدما تحقق من إنجازات كبرى ومشاريع وطنية هائلة في الطرق والبنية التحتية وكافة المجالات التنموية